السعودية تكرس عزلة الرئيس منذ خمس سنوات على إقامته في الرياض يواجه الرئيس هادي وضعاً أكثر تعقيداً بات معه اللقاء بأعضاء حكومته أمراً صعباً هذا ما كشف عنه وزير النقل صالح الجبواني الذي أوضح في تغريدة الله على تويتر أن السلطات السعودية رفضت منحه تأشيرة لدخول أراضيها للقاء الرئيس المقيم في الرياض نحتاج إلى زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي لكننا منذ أشهر لم نحصل على التأشير هذا خلاصة ما أباح به وزير النقل نيابة عن العشرات من الوزراء والمسؤولين والقادة الحكوميين الذين يعانون من إجراءات مماثلة منذ سنوات الوزير الجبواني وجه في التغريدة ذاتها خطابه إلى ولي العهد السعودي مطالباً إياه بأن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة أو يعود الرئيس إلى اليمن حيث يمكنه أن يستقر في سيئون أو عتق أو مارب أو المهرة بالتزامن مع ما كشف عنه الوزير الجبواني هاجمت صحيفة عقاض المقربة من دوائر صنع القرار السعودي الحكومة الشرعية التي وصفتها بالمقيمة في الخارج واعتبرتها غير جديرة بالدعم الكبير الذي تتلقاه مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً من التحارف العربي والمملكة على وجه الخصوص ينصب الهجوم السعودي الموجه ضد الشرعية على الوزراء الذين تصدوا للإنقلاب الأخير في عدن وقرروا الدفاع عن الدولة والوحدة التي تقول السعودية أن تدخلها العسكري الواسع في اليمن يهدف إلى تحقيق ما قاتل من أجله هؤلاء الوزراء الذين يجري إقصائهم من المشهد بإرادة سعودية كاملة يأتي ذلك فيما بدأت السعودية برعاية حملة تستهدف رموز المقاومة الوطنية في مارب والجوف وتعز ضمن مخطط يهدف وفقاً لمؤشرات موضوعية إلى تقويض المقاومات الصلبة للسلطة الشرعية والنيل من أهداف المعاركة الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة والحفاظ على الوحدة ووفقاً لما رشح من أهداف هذه الحملة فإن تحييد الجيش الوطني يمثل أولوية للسعودية في هذه المرحلة تجلت ملامحها في التراجعات المفاجئة لمقاتل جبهة نهم وفي الحديث عن قنوات اتصال بين محافظي مارب والجوف مع الحوثيين ادعاءات تمثل أحدث حلقة في سلسلة النهج الكارثي للسعودية في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر